خبر سريع الاتحاد العربي كنتم تلكوا قبل كده طبعا بطولة عربية تبتدي يوم 27 كلنا عارفين وكان الاتحاد العربي قال انه كل نادي يبعت القائمة المعتمدة من اتحاد بلده فيها 30 اسم قبل يوم 27 بـ 48 ساعة كحد اخصى عدل هذا الامر وقال لك 23 لعب دول هم اللي هيبقوا يعني هو بيبعت قائمة 30 هيختار منهم 23 دول هيستمروا معاه طول البطولة عدل الكلام ده تعديل جوهري اولا لم يتحدث عن الموعد بس هكيدا بالبطولة يعني لكن قال لك النادي احنا طبعا بنكلم عن نادي الزمالك عندنا هو اللي يبشر في بطولة عربية هيبعت قائمة 35 لعب ادي واحد ادي اول تعديل مش 30 بقى 35 تعديل الاخر انه هو يختار اي 23 في كل مباراة يعني من ال 35 دول يعني يسافر من 35 هذا ما فهمتم من النص يعني وبالتالي اي 23 في كل مباراة هم دولة اللي هيبقوا متوجدين فرصة كبيرة بس يا ترى نادي الزمالك يسافتح له القيد قبل البطولة العربية لان الدولة هيخلص 26 والبطولة 27 فاذا اراد النادي الزمالك انه هو يعني يقيد صفقات جديدة اكيد هتبقى قبلهم 26 مفروض يعني لان البطولة 27 فالسؤال الاول انا قلت انبارح ان فيما يتعلق باتحاد الكرة يملك هذا الاستثناء يقدر يفتح القيد مبكرا لنادي الزمالك لان دولة زمالك مشارك في بطولة خارجية وهذه هي شروط هذه البطولة فعلنا ان نحترمها ونسعى من اجل تسهيل لنادينا لكن يبقى السؤال حتى هذه اللحظة ما عنديش معلومة مؤكدة لكن الكلام ان هم لموا المليون وخمسمائة الف دولار اللي هم بتوع شيكابالا نادي سبورت انجليش بونا جمعوا المعلومة اللي عندي ان هم جمعوا الفلوس تمام 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 طبعا النهاردة وبكرة مش في اجازة يوم الحد ان شاء الله يعني يوم الحد اجازة يوم الاتنين هيبعتوا القيمة المالية لغرامة نادي الزمالك بسبب شيكابالا في سبورت انجليش بونا المليون ونص مليون دولار هيتبعتوا على سبورت انجليش بونا ومن ثم اذا كان لديه صفقات جديدة يستطيع ان يقيدها ويشارك بيها في البطولة العربية هذا والأمر